Good morning, students. Our lesson today is grammar. Class book page 93. مثل ما انتو شايفين درس الجرامر عنا هو الباس سمبل كمان مرة. أخذنا منهم أفعال was, wasn't, كان ولم يكن. where, weren't, كانوا للجمع. و weren't لم يكنوا للجمع الماضي. اليوم حنتعلم فعل جديد اللي هو had or didn't have. had or had كان عنده او كان يملك didn't have لم يكن عنده لم يكن يملك. حنشوف شوية تشرح هنا عنه عن هذا الدرس. الحكيد طبعا عن الباس سمبل الماضي. كيف نستخدم الفعل هاد لحتى نقول كان عنده او لم يكن عنده. إذا نظرنا على هاي صورة فتاة صغيرة كان عمرها سنة واحدة. one year old. كيف بحكي عنها بدأ اوصفها بالماضي كيف كانت. she had short hair five years ago. لاحظ الكلمة بالأخضر هي had كان عندها شعر قصير مع time marker اللي هو five years ago قبل خمس سنوات. طيب لما بدأقول إذن إذا ما كان عندها نفي من الهاد هو didn't have. she didn't have long hair five years ago. ما كان عندها شعر طويل. ما كان. didn't have long hair five years ago. هاي هي فكرة درسنا لليوم. منتابعة درس إن شاء الله بكرة. موسيقى